حينما يصل الفساد إلى المؤسسة الأمنية وتوابعها فلا يبقى شيء من معاني الدولة ومقاوماتها فوضى في العراق أحد أوجهها فساد الأجهزة الأمنية التي من المفترض أنها معنية بحماية المواطن وفرض سطوة القانون لكن مع غياب المساءلة واستغلال المناصب الحساسة وجد نحو أربعين ضابطا كبيرا في وزارتي الدفاع والداخلية بيئة مناسبة لتشكيل شبكة ابتزاز تدر أموالا ومنافع شخصية إضافة إلى ممارسات غير أخلاقية اللواء يحيى رسول الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة كشف عن هذه الشبكة وتحفظ على الكثير من تفاصيل فضيحة زادت من فجوة الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية بحسب مراقبين الإجراء الأمني المتخذ ضد شبكة الابتزاز هذه وبحسب مصادر مطالعة لن يخرج عن الاكتفاء بالإقالة والطرد وهي أسرع وسيلة لإغلاق أي ملف فساد في العراق لضمان سلامة كبار المتورطين فيه تورط أربعين ضابطا في وزارة الداخلية بفضيحة الفساد هذه يكشف عن حجم التناقض ليد الوزارة نفسها التي تتعقب صناع المحتوى بذريعة تقديمهم ما يخل بالأدب والذوق العام فيما استغل الأمر لتكميم الأصوات المنتقدة لفساد المنظومة الحاكمة من خلال قوانين فضفاضة وفقا للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الشبكة التي يديرها الضباط يعملون من داخل وزارتهم من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وبصفحات وأسماء مستعارة لابتزاز المؤسسة الأمنية ومنتسبين ومساومتهم مستغلين التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تتيحها وزارتهم لتنظيم عملهم وعرقلة أي محاولة لتتبعهم ولربما كشف أمرهم لخلاف بين الشركاء في الشبكة وليس نتاج مكافحة الفساد كما تحاول أن تروج لذلك الحكومة يعمل